ايام قليلة تفصل منتخبنا الوطني عن مبارتيه الأهم هذا الموسم حينما يلتقي مع السنغال ذهابا وإيابا في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 يومي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من مارس مواجهتان منتخب هما الشغل الشاغل بالنسبة للجماهير المصرية التي تمني نفسها برؤية منتخب بلادها في المونديال للمرة الثانية على التوالي في حدث تشهده الكرة المصرية للمرة الأولى في تاريخها الظروف التي تسبق مواجهتان السنغال ليست على ما يرام فالزمالك ودع دور أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات بنتائج سلبية وكذلك الأهلي يقدم نتائج غير جيدة في البطولة الإفريقية ناهيك عن تذبذب مستوى الدور منذ العودة بعد التوقف بسبب كأس الأمم الإفريقية إلا أن كل ذلك لن يزيد المصريين إلا إصراراً على تحقيق الهدف الأسمى بالتواجد في قطر نهاية العام الجاري ويحل محمد صديق نجم الأهلي والزمالك الأسبق ضيفاً على كريم رمزي للحديث عن مواجهتان السنغال ومدى تأثير نتائج الأندية المصرية في البطولات الإفريقية على استعدادات الفراعنة وكذلك رأيه في مستوى الدوليين قبل المواجهتين الحاسمتين وتعليقه على تجديد عقد موسمان مع الأهلي وتوقعاته لمستقبل الزمالك مع فريرا بالإضافة إلى غيرها من الأسئلة التي يجيب عنها صديق في رقم عشرة موسيقى يهلاً بحراركم مرة أخرى ديفي في هذه الفقرة هو دايماً من التوري المهاجر دايماً موجود خارج مصر عنده تجارب تدريبية محترمة جداً خارج مصر بفرح جداً بتواجده في مصر عشان أستقبله ديف عزيز كريم يبقى موجود معايا أسمع قراءه دايماً الرائع جداً الكابتن الكبير كابتن محمد صديق نجميل نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأصبق كابتن محمد مشرف ومنور وقالف الحمد لله على السلام ربنا خليك كريم أنا مبسوط جداً لأنا معك النهاردة في أول لقاء طبعاً وصعيد دايماً بوجودي معك دايماً حبيب دايماً بتشرف وبتنور الأول إيه موضوع الإمارات؟ عدت فترة طويلة في الإمارات وأخيراً شفناك مرة أخرى في الكاهرة لا أنا كنت أول حاجة كنت في السعودية في نادي الشباب السعودي وكني شغال مع كابتن تامر مصطفى مدرب المقاصة طبعاً مدرب كبير طبعاً وبعد كده اشتغلت الوحدي لما سفرت الإمارات وبعدين اشتغلت مدرب عام مع كابتن طارق السيد مش طارق السيد لعب الزمالك لا طارق السيد لعب الزمالك برضو بس هو كان من جيل حيازي مؤسما نبيه طبعاً وشاطر جداً في المجال هناك في الإمارات والحمد لله الواحد برضو استفاد من المدارس كتير جداً كمدارس سواء أهولندية بقى ولا فرنسية ولا برازولية فالحمد لله يعني الفترة اللي فاتت أخذ نادي كنت موجود مع إيه؟ كنت موجود في نادي الحمرية في الإمارات الشرق في الإمارات ناوي ترجع هناك ولا هتكمل معنا هنا شو؟ طالعي كريم أنا نفسي بصراحة لأنا أكمل هنا ونفسي آه يعني واحد عنده باور وعنده أنيرجي لنه هو يشتغل في مصر هنا ويعني وأبدأ يعني فيه ناس كتير جداً من الجيل بتاعي والبعد كده اشتغلوا في مصر وابتدوا يشتغلوا في الممتاز به والممتاز به ده لوقتي برضو بقى حاجة طبعاً الناس كلها بقى تشوفه ولو فيه مدرب طبعاً حد برضو ممكن نستفد منه من مدربين الكبر لموتا وهكذا اللي لا يعني إن شاء الله إنت عندكش مانعة تشتغل ممتاز به؟ لا لا ما عنديش مانعة شو فيه ناس يقولك لا أنا بعد التجربة دي وبعد من اللف اللي أنا لفيته لا لا بالعكس أنا عايز تشتغل ممتاز بقى على طب بالعكس لا بالعكس أنا عايز أقول لك حاجة يعني برضو أنا واخد السالمة من تحت يعني أنا اشتغلت مدرسة كورة واشتغلت 13 سنة واشتغلت 15 سنة واشتغلت 18 سنة واشتغلت رديف واشتغلت فريق أول فالحمد لله الواحد يعني ملمة كل التجرب طيب في النص بقى كان فيه دراسات ولا برضو عشان فيه بعض الناس يقولك إيه إنت لازم عندك الموهبة والسلام يعني دي موهبة وخلاص لا طبعا لا يعني بص أقولك حاجة وده نصيحة طبعا لعبت الكورة طبعا اللي هي على ما شارف ان هي تبطى الكورة مش هينفع ان انت تشتغل باسمك بس مش هينفع ان انت تشتغل بلعبك بس لازم بعد ما تبطل لازم تشتغل لازم تشتغل على نفسك لازم تدرس لازم تاخد السلمة برضو من تحت مهم جدا انت تتمرن ناشئ صغير وبعد كده تتمرن الفترة اللي هي ما بين الناشئين والشباب اللي هي 15-16 سنة دي حاجة مهمة جدا انت بتبني طبعا جيل بيلعب كورة وبتعلمه ازاي وتفهمه ازاي بس في رغي يقولك ايه يا انت واحد مثلا من الناس تتلعي بتعلمه زمالك فانت اكيد اشتغلت مع مديرين فنيين كبار جيلة فقولك انا كده كده اخدت اصلا معلوماتي وخبراتي من مديرين فنيين دورا مش هتجخل خالص 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 انت عارف اول مرة اشتغلت فيها كنت حاسس لنا اول مرة زي بالزبط كاول مرة تلعب فيها كورة يعني انت فاكر لما الواحد يبقى عنده 10 سنة 11 سنة اول مرة يلعب كورة او يتعلم كورة اه انت داخل تدريب طبعا انت بتثقل طبعا من الحاجات دي بالدورات سواء الدورات الاساسية اللي هي نبنخدها تبع الوزارة او الدورات اللي هي اللي بنخدها تبع التحاد الافريكي فطبعا لا يعني انا نصيحة مني لأي حد بيبدأ تدريب ان هو لازم يثقف نفسه ولازم ما ينفعش ان هو برضو يطلع السلمة مرة واحدة لا يعني لو حيتعلم من حد ما فيش مشكلة لكن لازم تدريب اللي بعلمك تدريب صح للناشئين خلي بالك الناشئين والشباب والريديف والتعامل مع الصغيرين ده بيديك خبرات كبيرة جدا لما تطلع تشتغل فريق اولية طيب يقولك دائما عشان تدرب في مصر لازم يبقى عندك علاقات مع وقلاء لعبين علاقات مع رؤساء اندي عشان تعرف تبقى متواجد لو ما عندكش العلاقات دي تبقى متواجد والله انا بسمع يعني بسمع لان انا ما جربتش بصراحة لكن انا كان ليا تجربة في نادي المعاملين العرب اشتغلت في قطاع الناشئين فترة قصيرة ولكن كانت مفيدة جدا ولكن طبعا اي مدرب طبعا زي العالم كله بيبقى ليه وكيل بتاعه وليه الاجنت بتاعه فهو اللي بيحرقه هو اللي بيوديه هنا وزي ما شفنا طبعا يمكن بقىنا كتير جدا ما شفناش وجوه جديدة في الدوريات يمكن اتكلمت انت على كابتن علي ماهر في الفاصل الاولاني بصراحة عامل شغل كويس بقى له خمس ست اسنين شغل بشكل كويس جدا احمد سامي شغل كويس جدا كابتن تامر مصطفى في المقصة وصعد مع فرقة كوكاكولا لا يعني شايفين كابتن عماد اشتغل في الرجاء واشتغل قبل كده في الشرقية فممكن يكون اقدم منهم شوية طبعا يعني مش عايز انسى حد ولكن في ناس كابتن مجد عباطي برضو كان عامل شغل كويس كابتن عاب جلال طبعا ما يعتبرش شاب طبعا يعني كابتن حسام حسن عامل شغل مع الاتحاد ممكن النتائج ممكن مفيش توفيق الفترة اللي فاتت ولكن في نهاية الامر انت غيرت الخريطة بتاعة المدربين اللي كانت بقالها خمستاشر عشرين سنة هما اللي متوجدين على الساحة لا في ناس جديدة داخلت هيسم عامل مع سراميكا برضو شغل كويس جدا فانا مبسوط ان في وجوه جديدة متوجدة بها لأربع خمس سنة على الساحة عظيم جدا طيب هاخدك بقى للكورة اهلي وزمالك في البطولة الافريقية مستوى غريب اتلاقت من كم يوم قلت لو بصيت على تشكيلة الفرقتين من قبل ما نبدأ لعبة قبل ما نبدأ كورة لا دول افضل فرقتين في القرارة الافريقية حاليا الزمالك يخرج حتى الآن من قطعتين فقط ويخرج من البطولة النادي الاهلي في موقف يعني مش هقول خطير ولكن اكيد في ريسك كبير جدا أربع نقاط متساوة مع الهلال والمرديخ فازاي الاهلي والزمالك بالمستوى ده في البطولات الافريقية طيب بص نبدأ بالزمالك نبدأ بالزمالك الزمالك كريم يمكن انا كنت من سنتين بالضبط او من سنتين وشوية كنت بعتبر فرد الزمالك هي افضل فريفة افريقية وده مش كلام يعني كان في الواقع وفي ارض الملعب في السوداسي اللي كان قدام ممكن الدفنسي كان ممكن يكون ثابت الوينش حازم عفتوح او عبشافي مثلا قبل ما ييجي كان يعني كان فيه شغل كويس ولكن السوداسي التقيل اول اللي كان متواجد كان فيه مصطفى محمد عامل عمقه هجومي بشكل كويس جدا كان فيه ساسي كان فيه بن شارق وزيزو كان فيه طاري حامد ووباما فانا كنت بعتبره بصراحة يعني السوداسي مرعب فبدأ العدل التنازولي في المستوى بعد رحيل مصطفى محمد بعد رحيل الساسي اه اي نعم الزمالك خادت دوري في الموسم دوت الموسم اللي فات ولكن اللي ساعده على كده تعاني التفق ان احنا النادري اهلي برضه في اخر سبع مبريات من الموسم تعادل كتير خسر كتير فقدى الدوري لنادري الزمالك وكان النادري الزمالك في الوقت ده كان فيه عدة تنازولي يمكن النتائج كانت واحد صفر بالعافية لو تفتكر جون عمر السعيد في الجونة كان ممكن الدنيا ممكن تطلق بطاني لا الزمالك بيمر بمشاكل فنية مش عايز اتكلم على اللجان اللي جاته ولجنة راحت ولجنة جات ولكن في نهاية الامر انت بتأثر برضه باللعيبة يعني انت لما يوقف فيه لجنة مش عارفة تجيب لعيب بس انت قلتني انه المشكلة في الاساس في الملعب في الملعب طبعا احنا لما كنا بنلعب في الزمالك انا فاكر لما كنا في الزمالك كان فيه ايام فينجادا وقبرال ولم خدنا الدوري وخدنا افريقيا وخدنا بطولات كان فيه مشاكل كان فيه مشاكل ادارية كتير وكان فيه تغيير مجالي الاستدارات ولكن انت عارف برضه الخريطة برضه بتاعت اللعيبة زي ما كل حاجة اتغيرت الخريطة بتاعت اللعيبة اتغيرت المبالغ الفكر نفسه السمات الشخصية اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي انا وانت قبل المنخش كل حاجة اتغيرت دي النقطة مهمة يا كابتن محمد انه الاركام فعلا بقيت مبالغ فيها انا عايف ان السؤال ده مكرر والسؤال ده كل شوية بنقوله بس هو فعلا النجم او اللعب الكبير بقى بيتساوب الفلوس يعني لو اللعب ده بياخد عشرين تلاتين مليون ايه بقى نجمه خلاص ده بقى نجمه بقى لعيب كبير اه انت بقى تعمل ايه بالفلوس او الرقم ده بيساوي ايه بشغلك في الملعب يعني مثلا لما يقولك ايه كلمة ببيه مثلا يساوي امتين مليون يورو اه مفهوم رقم ضخم وكبير بس مفهوم لما تيتقول لي مثلا هلن ده هيروح مانشستر ستة مية وخمسين مليون هقولك اه ماشي مفهوم عشان هو عنده اللي يشفعله ويخليه كمان مؤثر وياخد الارقام دي حتى لو ارقام برضو كبيرة عالميا يعني بس هندفع ارقام كبيرة قوي المقابل بتاعها ما بتشوفوش في الملعب احنا بندفع مبالغ كبيرة قوي في بعض الدوريات في بلجيكا وفي النمسا وصفوسرا وولندا احنا بناخد اكتر منهم حتى يعني فيه لعيبة في انجلترا في الساجن دي بيجن في الدرجة التانية احنا بناخد فلوس اكتر منهم بصة كريم انا انا مش ضد ان اللعيب ياخد فلوس بالعكس انا اللعيب من حقه ان هو يأمن مستقبله ومن حقه ان هو باخد خمسين مليون بس بس فيه قصص ومعايير ان انت تاخد الفلوس عليها دي يعني مثلا انت لو لعيب محور مثلا زي طارق يعني مش عايزين برضو نتكلم نقول لا نتكلم منتل امانة طارق حامد مثلا عايز يجدد فعرضوا عليه مبلغ فانت عارف اللعيب كل ما بيكبر في السن كل ما القيمة تسوقية بتقلي يعني انت عارف يعني رونالدو في مدريد او في يونايتد مش رونالدو اللي وفينتوس القيمة التسوقية بتاعته مش رونالدو لما رح بزرط يعني فانا مش ضد اللعيب بس ايه المقاييس اللي انت تبني عليها ان انا اخد فلوس هل انت راجل مثلا كان لعيب ستة او لعيب تمانية مثلا هل انت بتشوت برجلة اه يعني انت عملت ايه في الموسم ده او في الثلاث مواسم اللي فاتت خدت كم افريقيا خدت كم دوري خدت كم كاس انت بتعمل عملت كم انت عارف كل الحاجات دي لما بتجي تجدد مع العيبة بيبقى فيه معايير وقصص وناس قاعدة برا بتحسب وناس قاعدة في الجهاز معك طبعا شغال معك شغال معك ثلاث اربع سنين بيقعد مع الادارة او مدير الرياضي بيقعد مع النادي بيقولهم اللي هو متمثل دلوقتي في امير مرتضى فبيقعد معاه بيقوله انت عملت في الثلاث سنين اللي فاتت دول كام جون عملت كام اسست عملت كام يعني الموضوع مؤقت لكن احنا عندنا هنا في مصر انا عايز 20 مليون عايز 30 مليون الاول كان يقولك ايه الاهلي ده العيب ده راح الاهلي فدايما القيمة بتزيد اللعيب من الاهلي يقولك ده الزا ملك عايزه فالقيمة بتزيد لكن دلوقتي لازم عشان اجدد مع العيب لازم انا اعرف هو عنده كم سنة حيديني الكام سنة اللي جايين دول هل هو مثلا راجل 6 او 8 هل هو بيشوت بيمينه هل هو بيشوت بشماله هل بيلعب بدماغه هل مثلا بيلعبش يعني انا برضو هنا اللعيبة برضو 6 او 8 واللعيبة اللي بتلعب في نص ملعب انا مبشوفش حد كريم برضو ان هو بيلعب بين خطوط بيعمل استستات كتير لا انا كل اللي بشوفه ان هم بيلعبوا الورا كتير بيلعبوا على الجناب يعني مش عايز اخش في موضوع في موضوع فني لكن لا خد خد فلوس كتير وكل حاجة بس لازم يكون عند الادارة ودي لازم برضو كريم الرابطة زي ما هي شغالة كويس وعملت كاس بشكل كويس وعملت اعداد وعملت اعداد كويس جدا في الكاس اللي كان عاملينه وان هو لسه بعد كده المرحلة اللي جاي هتشغله فيها لازم الرسالة دي او لازم الناس اللي قعدة تقعد مع الرابطة ولازم يحددوا المعيير دي ولازم يشوفوا الموالغ دي اللي تدفع دي لان انا شايف بصراحة اوفر جدا اوفر جدا هل ده المفروض يحصل بقرار اعلى يعني نازم الرابطة او اتحاد الكورة هما اللي ياخدوا القرار ده ولا ده يبقى قرار من نادي يعني النادي مثلا يقولك ايه لا انا السقف بتاعي في الارقام كذا فالنادي اللي جنبه هيعمل سقف زيه فالنادي اللي بعض هيعمل سقف زيه لكن لو في اي نادي ساب السقف مفتوح موكله هيحاول يا لا عشان يعرف ياخد لعيبة كويسة من النادي انت لكن هي انا مش في العالم ما بيحصلش كذا في العالم هو سقف مفتوح مانشستر ستيتا هيروح يدفع فلوس كتير جدا مانشستر يونايتد هيدفع فلوس كتير جدا ممكن ارسل ما يقدرش يعني هو سقف مفتوح بس المهم انت تعرف تكنترول على نفسك موهول كنترول للأسف في بعض الادارات بتأثر انت عارف لعيبة دلوقتي برضو اللعيبة بقت اسكية يعني احنا ما كانش فيه ميديا يامنا ولا وقلة يعني أولايل جدا ما تلاقي فيه لعيب عنده وكيل يعني فتلاقي فيه خلي بالك دلوقتي لعيب عنده اثنين ثلاثة في الميديا مسكنه صفحته شغالين الله ينور على ده جايله عرضي في السعودية جايله عرضي في الامارات فانت طبعا قدام جماهير كبيرة عايز اللعيب ده هوات لعيب مهم وعايزين اتفق ان طارق من لعيبة المهمة جدا في ناتزة مالك وفي متخب مصر للفترة وقده كتير للناتزة مالك بس مش هيا دي المعايير برضه مش هيا دي المعايير اللي انا اسمع ان طارق جايله عرضي في السعودية فازود خمسة مليون او خمسة ويبقى خمسة وعشرين بدل ثلاثة يعني مش هيا دي المعايير 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 الملعب المعايير مدير الفن الجديد اللي جاي المعايير المدير الرياضي اللي المفروض هو متعين علشان ينظم الامور دي فاعتقد والجمهير يا كريم برضه عايز اقولك حاجة كريم زي ما بيتعلل النجم ممكن في ثانية تجيبك سبع ارض وشوفنا في ميسي يعني شوفت بريس سان جرمان عاملت ايه في ميسي يعني انت تتخيل ان ميسي احسن عيب في العالم وهو يعتبر دلوقتي هو كريسيان لازاله هم افضل اتنين لعبه في العالم مع كريم بن زيمة في الحالة الحالة اللي متواجدة مع محمد صلاح طبعا لا يعني محمد صلاح في اللي بربول حاجة تانية كلمك في اتنين قعدوا خمستاشر سنة اللي فاتوا دول ومنجوم كرة عالمية دخل كريم بن زيمة شوية دخل امبايز شوية ولكن انت هل تتخيل الجماهير تصفر على ميسي وفي بعض الاعلاميين هناك بقى يهجموه لا يعني الموضوع الجماهير محدش راهنا عالجماهير لان الجماهير ولا الاول وخير للنادي مش للعيبيات موضوع بقى النقطة تانية كنت اتكلم معك فيها قبل ما اروح للاهل كمان انه احيانا الناس او الجمهور يتعامل او اللعب اللعب يتعامل مع الجمهور ان الجمهور هيفضل يحميه طول الوقت مستحيل انه هلعب مثل يطلع لاعب يصرب اخبار او يصرب قصص على التصور منه انه الجمهور هتاجم النادي وادفع عنه لا لا مستحيل هم بيدفع عنه عشان هو لابس شرط النادي عشان هو لابس شرط النادي هو لازم يفهم كده يعني ايه معنى مثلا ان انت يعني محمد ابو جبل طبعا عمل مستوى هايل في بطولة ام افريقيا وكان فت وكان عمل شغل كويس جدا مع المنتخب وصد مكان شرناوي بشكل جيد جدا يعني فول ممتاز ولكن ايه المعنى ان انت تتصور وانت بتمضي مع وكيل سعودي في نفس الوقت بيقوله الانباء انه هو رايح النصر السعودي بعد كده النهاردة او مبارح يطلع الوكيل ده وقت يقولك انا كنت بمضي عقد وكالة مش نادي فبرضه الامور متلغبطة الشارع الزملكاوي او الجمهات الزملكاوية عايز اتطمن انه هو يبقى فيه حارس مرمى بمستوى جيد زي ابو جبل متواجد في صفوف نادي الزملك عايز اتطمن ان فيه واحد زي طاري حامد متواجد ولكن في نهاية الامر انت يعني الناس ده مش متواجدة هالنادي الزملك مثلا حيوقف لا يعني هو زي ما جم قبل كده طاري من سموحة وجي ابو جبل من سموحة برضه او كان في امبي قبل كده لا يعني فيه لعيبة يعني فيه لعيبة وشغالة ده نادي الزمالك الاهلي بقى اتكلم فيه بطل افريقيا المسلمين المتاليين برونزيت كاس العالم المسلمين المتاليين كنت قلت قبل كده انه انا متصور النادي الاهلي ده لما هي يلعب اي بطولة اي مباراة في البطولة الافريقية هو نادي العمزة منشستر سيتي كده بيضغط على اي فرقة بيكسب اي بطش خلاص انا الاهلي بقى انا مفروض ان انا داخل انا كبيرا شاب الاهلي بباير مواني خلافاتهم او باير او باير انا اصد اعرف انت الفرق اللي هي الكبيرة دي اللي هي عندها ايه انا خلاص انا كده انتو عارفين وانا عارف ان انا اجمد واحد فيكم فخلاص هنازلت بكسب اي مباراة في ملعبي او خارج ملعبي خارج ملعبي ده ده يعني زي ما انت ما تكلمنا في السيمات الشخصية للعيب فيه سيمات الشخصية للاندية كبيرة زي ان هذه الاهلي الفوز والمكسب هم منهج الوحيد ان انت بتلعب علشانه يعني حتى اللعيبة لما بتيجي من بره يمكن انا ما رحت من مقولين الزمالك لا الوضع ممكن يكون مختلف جواه الناد الاهلي فيه نظام فيه سيستم فيه روح دايما يمكن بلاس عين اللي هم بتكلموا عليه دي ما بيجيش من فراغ يعني فهم ما ينفعش الفرقة بشخصية الناد الاهلي ان هي تطلع متعدلة مثلا او لا بيبقى فيه روح عالية جدا داخل المرعب ولكن الفطل الاخيرة زي ما انت قلت انت بطل الداوئة بطل افريقيا جاي من كاس العالم الفطل الاخيرة ممكن ماتش بيروميدز بعد كده عمل مستوى هايل كان فيه ضغط عالي جامد جدا لان هي بتلعب انت شفت انت بتلعب من تحت او بنام الخلف من تحت فانا دي الاهلي عمل عليها ضغط كبير جدا الاصابات برضو بيبقى عليها عمل كبير جدا ان انت تسافر بعد كده تلعب بعد كده تسافر دي برضو يعني ممكن يكون عامل عليها ارهاق كبير جدا عدم موجود برضو زهير ايمن بشكل ثابت بعد اصابة اكرم واصابة محمد هاني وتواجد طاهر اللي هو مش في مكانه يمكن ممكن مستوى المسلمين يعني يكون عنده مرونة افضل من كده ان هو ممكن يستعين بحد غير طاهر في المكان دوت ولكن يعني برضو ان انا العب بثلاث محاور برضو برضو دي مش واضي افش نحة الشمال وبرستاو نحة الليمين يعني في بعض الامور برضو او بعض المتغيرات بتقابل مدير الفني وسيماني مدرب كويس ومدرب كبير ولكن ممكن داخل الملعب قابله سوق حظ في موضوع الاصابات موضوع الارهاق موضوع ان معلول برضو قاعد فترة كبيرة جدا وبعد كده رجع فدايما النادي الاهلي مش متكامل دايما حتى الروتيشن لما بتعمل برضو على فترات قليلة يعني فهم اه لا يعني ليه الروتيشن يتعمل على فترات قليلة يعني مثلا انت تحديدا قائمة النادي الاهلي مختلفة شوعة بقابة الزمالك الزمالك عشان برضو كان عنده واقف القيد النادي الاهلي كان القيد مفتوح فقائمة نادي الأهلي مليانة لعبين مميزين مليانة نجوم كويسين ديره تشير ما بيتعملش بشكل كويس يعني لما بيتقال كلمة إرهاق أنا بقول ليه إرهاق يعني ليه إرهاق وانت عندك قائمة كبيرة الأرهاق ده ممكن يتقال بالضبط الإرهاق ده لو انت عندك عناصر معينة وانت مش قد تطلعه من الملح هي تبقى قناعات يا كريم يعني هي تبقى قناعات عند مدير فني في مدير فني بيحب أنه يعني يتواجد بال13-15 لعيب طول الموسم زي ما كارتيرون كان شغال مثلا موسماني ممكن أختلف معاه في الروتيشن بتاعه يعني الأجنيحة لو انت تفتكر كانت شوية طاهر شوية قهربة شوية بيرستاو لما جيه شوية مكسيموني شوية أفشة في ناحة الشمال في ناحة الميني ولكن أنا بشوف أفشة أنه هو يعني لعيب عشرة ما بيلعبش يعني أنا يعني هو ستايله عشرة راجل بيحب يتحرك بياخد الكرة من لعيبة نص ملعب يتحرك بين خطوط بشكل كويس قريب من 18 ستايله أنت مش محتاج لو طريقة اللعبة تغيرت عشان حتى يبقى لي مكان في منتخب مصر تطور من نفسك أنت كمان يعني أنت ممكن تكون أنت متعود طول الوقت على الرقم عاشة زي ما أنت قلت هو فعلا أفشة ما بيتقلقش غير 4-2-3-1 بس لو المدرب بتاعك يلعب 4-3-3 أو 4-3 زي المنتخب خلاص يترشي بأليك تواجد؟ مفروض مفروض أنا لعيب مهم لعيب في الفرقة زي أفشة لازم يكون عنده مرونة تكتكية شوية أنه لو تحط في الليمين بيجيد لو تحط في الشمال بيجيد ممكن آه مش زي المتواجد في المكان الأساسي ولكن بتبقى برضو كريم يعني مش مش أفشة برضو مش عايزين نحمله فوق طاطو مثل ده قلت قلت هو ليه مكان مثالي لما يلعب عشرة أو فاربعة يتحرك بيبقى أعظم لها لكن فيه ثلاث محاور بيلعبه قدامه دي بقى آسف وراه بتبقى برضو عامنا له مشكلة شوية حتى يعني حتى استغربنا زي ما استغربنا من تغيير زيزو مع وساب بن شارئ اللي هو كان أسوأ من زيزو كان شغال كويس مش عايزين نقول أنه كان سيء لا كان شغال كويس في المباراة أنا استغربتك جدا برضو لما طلع ديانج وخلى السلية يعني خلى الحمد ديانج كان أفضل بكتير على المستوى البدني على المستوى البدني مستوى البدني كمان آه لأ السلية بدني وفني ما كانتش كويس في المباراة السلية كان مرحق جدا مرحق واضح وجاي من المنتخب وجاي صحيح فأعتقد برضو أن في بعض التغييرات اللي حصلت برضو ما كانتش في مجملها في ناية الأمر برضو أنت عندك مطش الهلال المريخ على عرضك فمش حاجة مضمونة مش حاجة مضمونة ولكن أننا دي الأهلي طبعا بطولة أفريكا دي مفضلة ليه وبيروح من خلالها الكاس العالم فأعتقد الدور التاني يعني أنا مش ألقان النادي الأهلي ما يصعدش لها هيصعد إن شاء الله بإذن الله وهيبع عنده عشرة بنت ولكن الأدوار التانية فيها فرق قوية جدا زي الوداد زي ما شوفنا الوداد مستوى تطور جدا عنده محترفين بشكل كويس جدا الأفارقة اللي متواجدة غير الأفارقة اللي كانوا متواجدين قبل كده فرقة الوداد سانداونز فرقة زي ما شوفناها فرقة قوية جدا وفرقة زي ما بتلعب بره أرضها زي ما بتلعب جوه أرضها بيعتمدوا دايما على اللعب من وراء وما بيلعبوش طويل كتير عملوا صفقات كبيرة يمكن في جدال بينهم وبين مصر المسلماني في التصريحات الفاتت ديت الأخيرة ديت ولكن هو إنصاق لل حاسن هو عصب يا كريم يعني حاسن هو عصب الفترة الفاتت دي ودي مؤثر على شغل ومؤثر على الفرقة فأتمنى إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يبقى فيه هدوء ويبقى فيه سباب تشكيله ويبقى وجود هاني برضو وحيبقى يدي أريحية شوية في الناحية الصغيرة الأيمنية طيب وحسام حسن برضو أتمنى برضو حسام حسن في سموحة أنت عارف السنين اللي فاتت دي كلها مقدم مستوات عالية جدا فأتمنى إنه هو ياخد فرصة بدر شوية يعني بلاش العشرة داية والخمس داية تعارف المهاجم دايما بيبقى رجله دايما عايزة تبقى في الملعب حتى لما الفرصة اللي ضعت منه دي أنا يعني مش عايزة لومه يعني مش عايزة لومه لأن تعارف زي ما شريف قعد وبعد كده رجع يلعب تاني وجاب جوان حسن برضو محتاج الفرصة أنه هو يلعب وممكن تستعين بشريف في الشوط التاني تلعب حسن حسن بدر شوية شوط التاني من بداية شوط تاني يعني عنده مرونة تكتكية أنه هو ممكن يغير شوية هنا وهنا طيب منتخب مصر موجعتين السنغال موجعتين ننتظرهم جميعا عارفين أنه هم صعبين من السهلين مرتوب إي مننا دلوقتي كجماهير وكلعبين كدامة وكأعلميين في المسندة وأيضا في الحديث عن أمور فنية إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها في مواجهتي السنغال لا يعني الدوري خدنا شوية بطولة أفريقيا خدنا شوية حتى كان فيه برضو رجعنا للسوشيال ميديا برضو ده بيحفل عداء وده بيحفل عداء ونسين خلص المهمة بتاعت المنتخب يمكن الوضع مش سهل ولكن مش مستحيل يعني وجود برضو عودة الشناوي برضو بتدي قوة كبيرة جدا للمنتخب يمكن فيه مشكلة في مشكلة قلب الدفاع دي يا كريم برضو كنا بنتكلم قبل الحلقة مفيش متواجد غير محمد عبد المنعم والونش يعني مين التالت لو انت قلت لأي حد فين التالت اللي متواجد معهم مشكلة كبيرة يعني في الظل تراجع بعض اللعيبة تراجع بعض المستوى اللعيبة زي محمود علاء وزي أيمن أشرف وزي دنا ممكن ياسر إبراهيم أقرب واحد ممكن ليهم ممكن علي جبر في بيراميدز ناحية الشمال برضو مفيش مشكلة فتوح متواجد فيها ناحية الليمين برضو هتبقى عمر كمال برضو بيقدم مستوى كويس في بطولة أفريقيا محمد هاني رجع كمان محمد هاني رجع بالزبط بنص ملعب برضو مفيش مشاكل حمدي وعمر صليا وإنني برضو الأجناحة بتاعة منتخب مصر محمد صلاح طبعا وناحية الشمال طبعا عمر تريس جي برضو أعتقد أنه هو في آخر بطولة أفريقيا في المتشاط الأخيرة لو تفتكر أنه يبتدى أنه يخش الفورمة بتاعته أربع مباريات مع بشاك شهير أربع أهداف أربع أهداف فالدوري زي ما بقولك في الدوري عامل شغل كويس جدا فأعتقد أنه رجع لفورمة كويسة وتريس جي من أهم من لعبة منتخب مصر في الفترة اللي هي قبل ما يتصف فيها فالحمد لله نوع راجع يمكن مشكلة كلها في المتواجدة حتة المهاجم برضو للرأس الحربة لأن مصطفى محمد كان بيبزي المجهود على المستوى الدفاعي بشكل كبير جدا لو شوفنا في حدود أفريقيا ما كانش فيه مساندة هجومية كويسة للمنتخب مصر يمكن يعني عدم موجود ظهير بيهاجم كتير من ناحية اليمين كان برضو مع صلاح فما كانش فيه كرات عرضية كتير لأنه تساعد مصطفى أنه مصطفى أنت عارف لعيب بوكس ومحتاج أنه حد يلعب له كرات عرضية كتير سواء من اليمين ولا الشمال فأعتقد يعني لا إن شاء الله بإذن الله يعني مستر كروش عنده من الخبرات الكافية طبعا رجل يعني ريال مدريد منشيستر رحكس العالم مرتين بإيران فأعتقد أنه عنده الخبرات الكبيرة إنه هو إن شاء الله بإذن الله يقدر الفترة اللي فاتت العشر تيام أعتقد عشر تيام أو او اتناشر يوم إنه هو ممكن يلم الدنيا إن شاء الله بإذن الله ويعمل توليفة كويسة إن شاء الله بإذن الله كابتن محمد صديق شرفتني ونورتني ودائما بسعد جدا جدا متواجدك معي شكنا كل تخييرك إن شاء الله كل تخييرك لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستعب المراني الشافعي ومحمد جمال نكلمهم في أمور كثيرة جدا وكلمهم في أحزاني النهاردة مع منشيستر يونيتد خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله